السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلوا على رسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايك وشير واشتراك في القناة اول مرة بتشرفوني يالت تنزلوا تحت الفيديو تشتركوا وتفعلوا الجرس واكتبوا ان كومنت حلو عشان نرحب بيكم باذن الله تعالى هنعمل كيكة السنيكر سهلة وسريعة بطريقة بسيطة يلا خلونا نسمي باسم الله ونبدأ الوصفة سمينا باسم الله نبدأ بالكيكة السفنجية هنبدأ اصحابي 3 ملاعق كبيرة من الكاكاو و3 ملاعق كبيرة من النشا واضفت معاهم كوب ونص من الطحين جميع الاستخدامات واضيف معلقة صغيرة من البيكم باودر هننخر كل المكونات عشان ما يكونش عندي اي تكتلات من النشا او من الكاكاو وكده جهزنا المواد الجافة هنبدأ للمواد السيلة معنا خمس بيضات يكون حجمهم متوسط الى كبير وهنزل عليهم بكوب من السكر ومعلقة صغيرة من الخل ومعلقة صغيرة من الفانيلا ونص كوب من الماء البارد وهنزل بمعلقتين كبيرة من المحسن الجل اللي هو محسن الكيك اللي بيتباع عنده مستلزمات الحلواني الناس اللي مش متوفر عندها محسن الجل هحط لكم رابط وصفة الكيكة السفنجية بدون محسن وبدون فصل البيض وصفة نكحة جدا وتخطط تقريبا من نص مليون مشاهدة وكل اللي جربها شكر في الوصفة جدا ممتازة الناس اللي ما عندهاش محسن جل هحط لكم رابط الوصفة في صندوق الوصفة الناس اللي ما تعرف صندوق الوصف هو مسلس مقلوب بالجانب عنوان الفيديو تضغطي عليه تلاقي كلمة المزيد تضغطي عليه هتلاقي المقادير مكتوبة تحته والرابط هنا هبدأ على سرعة هدية حوالي دقيقة او دقيقتين بس نتأكد ان السكر داب مع المحسن عشان يدينا فعالية اكبر على سرعة هدية هبدأ بعدها انزل بالمواد الجافة اللي نخلناها وابدأ اشتغل تحسبي بالضبط 8 دقايق على سرعة عالية يبقى هنحسب 8 دقايق على سرعة عالية هنلاقي طبعا الخليط بدأ يفتح ويبقى كريمي ويتضاعف 3 او 4 اضعاف الكيك يعني 8 دقايق بالضبط يبقى اول دقيقتين على سرعة رقم 1 او 2 اللي هي اهدى حاجة عندك حتى السكر والمحسن يدوب ويبدأ يشتغل بعدين بننزل بالطحين ونشتغل 8 دقايق في العجان او بمضرب البيض عادي ما فيش مشكلة هنا اصحابي خلاص بعد 8 دقايق قدامه كمان دقيقة وكده يبقى معانا الخليط جاهز طبعا اول ما بدأنا نشتغل في الكيك الفرن بدأنا نشغله عشان يكون ساخن هنا شايفين القوام لازم يبقى القوام واقف كده وكريمي ما يكونش سائل هنا معايا انا هعملها في مقاس 22 غلفتها باكياس الشواء او ورق زبدة المتوفر عندك المقدور ده بيعمل كيكة 26 يعني تقدري حتى يعني حسب الارتفاع انا عايزها مرتفعة شوية فكل ما هتصغري المقاس هتقضي كيكة مرتفعة لو كبرتي هيبقى مرتفعة برضو بس مش الارتفاع اللي هو الشهق يعني تقدر تخطوها في 22 في 24 في 26 طبعا سوينا السطح وطرقناها طرقتين والفرن مسخن مسبقا طبعا وشايفين الكيكة بتاخد 55 دقيقة بالضبط على 170 بشغل من اسفل فقط واخر 10 دقايق بشغل اسفل واعلى من بعض عشان اتأكد ان الجزء الحالي في الكيكة استوى ما فيش عندي حاجة معجنة هنا بقى الكيكات المحسن لازم تسيبيها تبرد اقل حاجة في الصنية بتاعتها من 3 ل 4 ساعات ما تحاوليش تحركيها لانه الكيك راطب جدا انا الصراحة خبستها من بالليل وخليتها لليوم التاني غطتها بمنشافة قطنية وصبتها لليوم التاني شايفين بقى الكيكة مرتفعة يعني الصوت كأنه اسفنج بالضبط بتضغطي عليها بترجع مرة تانية واللي ارتفاع 13 سنتي تقريبا يعني ما شاء الله ممتازة طبعا اللي ما يحبهاش بالكاكاو او بالشوكولاتة يقدر يعملها في فانيلا هيشيل 3 ملاعق الكاكاو يضيف بدلهم 3 ملاعق من الطحين وطبعا بقى حابين تقسموها دي تتقسم حوالي 6 و 7 طبقات كمان شايفين بقى الكيكة من داخل قد ايه قطنية الكيك والله يعني انا بمسكه بحرص جدا لانه راطب بطريقة غير طبيعية قطني يعني بالضبط الوصفة دي معتمدة ومن حد بيشتغل في محلات حلواني وصفة ممتازة فوق الممتازة كمان وطبعا الناس اللي بتخاف من فصل البيض او ما بتعرفش تضيف الطحين تهبط الفوليوم بتاع البيض كيكات المحسن تبقى اختيار جيد جدا لها هنا اصحابي خلصنا من الكيكة هعمل الكرامل اللي هو بيبقى في كيكة السنيكر هنعمله اقتصادي انا حبيت اشتغل بمواد اقتصادية النهاردة عشان اي حد يقدر يعمل كيكة حلوة لعندك عيد ميلاد عندك مناسبة او هتعملها لهم يكلوها وفي نفس الوقت تكون غير مكلفة هنبدأ اصحابي باناق لازم يكون الاناق او الحلال اللي هنشتغل فيها او المقلية تكون كبيرة شوية لان الكرامل بيحتاج اناق كبير حطيت كوب وربع من السكر كراملته وبعدها نزلت عليه بماء كوب من الماء المغلي وحطيت ماء مغلي عشان يسهل او ان السكر يفك بسرعة وطبعا توصله للون الدهب الحل وما تغمقاش السكر لان السكر لو مرر بيه اغمق بيمرر بيبقى خلاص يعني ما ينفعش نكمل بيه الوصفة بعد ما السكر فك مع الماء المغلية اضفت اتنين كوب من الحليب مدوبة فيهم اتنين معلقة من النشا الممسوحة مش هرامية لأ ممسوحة عشان القوام ما يبقاش تقيل قوي ويبقى اعمل لي مهلبية مش صوص كرامل نزلت عليها بمعلقتين كبيرة من الزبدة وهبدأ على نار هادية اقلب حتى القوام كل ما هيبدأ يسمك ويبدأ اللون بتاعه يغمق لان النشا بيستويه هو زي ما انتم شايفين بعد الغليان اول ما يبدأ بالغليان نسيبه دقيقة كده حتى نتأكد ان النشا الطبخ شايفين القوام واللون وطعمه والله ما شاء الله كان رهيب جاهزنا الكيكة جاهزنا صلصة الكرامل آآ سنيكر يعني سوداني تقدر تستخدمه اي نوع مكسرات انا كنت احب اعملها بالبندق او الروز بس قلت خلينا نشتغل النهاردة آآ بالآ الفول السوداني او حبابنا في المغرب العرب بيسموه كوكاو آآ حطيته في فرن آآ حوالي درجة حرارة 200 حوالي عشر دقايق نريد نحمصه بس نخرج منه الرتوبة وفي نفس الوقت نحافظ على لونه الابيض يعني مش عايزينه يتحمص ويبقى لونه غامق يعني هفصفصه بقى على طول من الاشرق او اقشره بتضغطي عليه على طول بتخرج الاشرق بمنتهد سهولة ونشوف الخطوة التانية هنا اصحابي بقى بعد جهزنا كل الحاجات بتاعتنا بالترتيب كده هنبدأ نخفق كريم شنطي انا هستخدم كريمة نباتي اللي معندوش الكريمة النباتي يقدر يستخدم آآ كوب من الكريم شنطي البودر اللي هو الخام زائد كوب من الماء المسلج النسبة بتبقى متساوية خفقناها حتى تمسكت وكده تبقى تجهزة معانا قطعت بقى الكيكة شايفين الكيك اصلا مش مستحمل بيعني راطب جدا هجيب او تقدري في اي صانية او يعني براحتكم حسب المتوفر عندكم او الصانية اللي خبست فيها تغلي فيها مسلا بالبلاست كريم عشان تقدر يتخرج منها الكيكة وحطي الطبقة من الكريم شنطي الكيك ده بتاع المحسن ما بنحتاجش نسقيه بحليب او سيروب لان هو كيخ خفيف جدا ورطب لو سقتيها يعجن وبعدين بحط طبقة حلوة من الكرامل وحط بعدها فول سوداني وانزل بشوية من الكرامل مرة تانية وهغطي بالكريم شنطي طبعا اللي يحب يخلي الكريم شنطي بتاع مش شوكولاة براحتكم لك احنا يبقى عندنا طوبج شوكولاة فيبقى كتير اوي تاع مش شوكولاة فيها فانا فضلت ان هو يكون باللون الابيض عشان كمان بعدين تظهر طبقات الكيكة اخدت الرائد تاني من الكيك حطيت عليه مسحة من الكريم شنطي وحطتها هدخلها الفريزر تتماسك كده حوالي ساعة ونكمل مع بعض هنا اصحابي بعد ساعة اهي هبدأ بقى بقى ايدي الكريمة اللي معايا هبدأ اجلس الكريمة من اسفل من اعلى اسفل ومن الجوانب والسباتول عشان تسهل عليك فرد الكريمة يكون عندك اناء فيه ماء ساخن بتحطي الاسباتولا او ظهر السكين فيها وتمسحيها وبيسوي لك السطح بمنتهى سهولة هنا غلفت الكيكة بالكريمة اسبها بقى في الفريزر تلات اربع ساعات كده ولو سبتوها من قبل بليلة هيبقى افضل هنا اخدت 280 جروم من الشوكولاتة هضيف عليها معلقتين كبيرة من الزيت بتسيحيها او تدوي بيها على حمام مائي او في المايكرويف 30 ثانية في 30 ثانية وتقلبي هنا كان حاجة بجربها اضفت معلقة من الكورن سيرب او عسل الكولوكوز بس طراحة النتيجة معجبتنيش فبلاش يعني مش هكتبها لكم في المقادير اكتفوا بتسيحي الشوكولاتة بس مع الزيت واضفت معها معلقتين حليب لان العسل الكولوكوز حسيته خرزلي الشوكولاتة شوية مخلهاش بالملمس الناعم بتاعها واخدت شوية من السوداني واضفتهم على الشوكولاتة ده اللي هو هيبقى يعني جناش سهلة وسريعة كده بدون كريمة بدون حاجة وهنبدأ نغلف الكيكة طبعا عشان الكيكة بتبقى خارجة بردة من الفريزر فعلى طول بيمسك عليها الطوبينج ولو في حاجة من الجوانب ما تغلفتش بناخد من اللي نازل وبالمعلقة بحيس كلها تتغلف طبعا الكيكة اهي شايفين شكلها ما شاء الله حطيت عليها بقى شوية من الميني سنيكرز ده بحكم ان هي كيكة سنيكر طبعا انتم المفروض تسبوها تاخد درجة حرارة الغرفة لكن انا حب اتعطاها عشان اختم الفيديو طبعا طبقة الكراميل لما هي لسه متجمدة من الفريزر فطبقة الكراميل مش هتلاقيها ملتت شوية لو سبناها بقى ربع ساعة كده تاخد درجة حرارة الغرفة هتلاقوا طبقة الكراميل بتبز كده المقادير كلها في صندوق الوصف سلاما